محاولة لإعادة الطفولة ولو كان بالقليل من مظاهرها الغائبة في الحرب يتضرر كل شيء الأرض والإنسان وحتى التاريخ ولا يبقى خارج دائرتها إلا أولئك المستفيدون منها لكن الأسوأ هو الإضرار بالمستقبل وطن بأكمله ممثلا بهؤلاء الأطفال من يحملون الحاضر في ذاكرتهم واليمن الجديد في سنوات مستقبلهم القادمة يوم ما سيغيرون واقع هذه الأرض والبلاد سينقلون تجربتهم القاسية والتي دفعوا ثمنها غاليا كدرس مجاني للأجيال القادمة مفاده ألا مجال لاستيطان الحرب بعد انتهائها بالطبع لأرضهم مرة أخرى يحرص أبناء مدينة تعز على ابتكار طرق جديدة لإبقاء شعلة الطفولة صامدة أمام الحرب يحاولون بكل ما أمكن إشراك كل ما يسكن المدينة لاستعادة الحياة والطفولة يقاومون بالسلاح والكلمة حتى ويقيمون الفعالية للترفيه عن الأطفال الذين أنهكتهم الحرب وتبعاتها ففي مدينة التربة أقيم مهرجان الطفولة للمطالبة بالسلام وترفيه عن الأطفال النازحين في المدينة من شردتهم الحرب وقادتهم إلى هنا نحن بالمساحة الصديقة نستهدف الأطفال النازحين من أجل خراجهم من قوة الحروب ونعمل على توعيتهم بمخلفات الحرب ومخاطر أما الأطفال فلا تبدو مطالبهم كثيرة وشاقة فكل ما يريدونه حياة طبيعية ومكان أفضل للعب برفقة أسرهم هكذا هي الطفولة في تعز تضيع بين مشاهد القتل والدمار المتجددة أمام أعينهم كل يوم لكنها تبقى رغم المأساة عنوانا للتحدي لمستقبل ربما سيكون أفضل لهم إن عاشوا